السلام عليكم أهلا وسهلا بكم ببرنامجنا الجديد اللي ما تعملش خالص في تركيا ما لا تعرفه عن تركيا وفي البرنامج ده هنناقش حاجات كتير انت نفسك تعرفها وكل عربي نفسه يعرفها هنناقش ايه الفرق بين الثقافة التركية واوجه التشابه بين تركيا وبين الدول العربية كل دولة هنقارن تركيا بكل دولة مصر الأردن اليمن سوريا كل حاجة وماشاء الله معانا فريق الاعداد القوي جدا سواء في التاريخ كل حاجة بسم الله وكمان هنتطرق هننزل في شوارع تركيا وهنوريكم الحارات التركية اللي هي شبهك في بلدك بالزبط وشبهي مثلا حارة مثلا تركيا كإني ماشي في القاهرة أو كإني ماشي في الأردن كإني ماشي في سوريا كمان وكمان أوريكم مع بعض ومع الكادر القوي اللي ان شاء الله اللي انتو هتستمتعوا بكل لحظة إثارة واحنا بننزل وهنغامر ليه هنغامر هنا في تركيا علشان انتو تستمتعوا وأهم حاجة تستفادوا إن شاء الله وهتشوفوا الفرق بين الأطعمة التركية والأطعمة العربية حتى هتشوفوا اللغات الكلمات التركية الكتير اللي احنا منستخدمها جدا جدا زي باشا أحمد بي صارهانم قبلة يا فندم حتى بالعراق ايه الكلمات العراقية والتركية كل كده طيب ليه ايه السبب انتو مش عارفين أيام الدولة العثمانية 600 سنة كانت اللي عايش من اللي عايش في القاهرة أو اللي عايش في الأردن أو في العراق أو في أي دولة عايز يروح في إسطنبول يركب الأوتوبيس أيام الدولة العثمانية كانت بلغاريا واليونان وكل دولة العربية كان يقدروا يتحركوا فإن شاء الله متأكد 100% إن شاء الله معانا كلنا وبالمعلومات التاريخية والأسلوب المبسطة الجميل جدا انك هتستفادوا من البرنامج ما لا تعرفه عن تركيا انتظرونا قريب جدا بهمة ونشاط من عندنا وحبا اننا نقدم لكم البرنامج بطريقة جميلة جدا انتظرونا قريبا إن شاء الله وأدعوكم إنكم تشتركوا في القناة علشان تنتظروا الحلقة الأولى قريبا بنحبكم جدا علي جمال إسطنبول تركيا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر